مرحبا بكم إخواني كرام في قناتكم وبرئيس أرابي إليكم عنوان هذا الفيديو مفاجأة بانتخابات رئاسة الأهل ثلاث مرشحين بينهم شخصية غامضة لنتعرف التفاصيل الكاملة في خطوة مفاجئة ومع اقتراب نهاية الموسم الجاري يبدو أن الانتخابات المقبلة لرئاسة النادي الأهل السعودي ستشهد تنافسا قويا بين ثلاثة مرشحين بارزين وأشرت صحيفة البلاد اليوم الجمعة إلى وجود توجه من الأستاذ عبدالله بترجي لخوض الانتخابات المقبلة على مقعد رئاسة النادي الجداوي وفي المقابل يجهز الدكتور خالد رئيس رئيس مجلس إدارة النادي الأهل الحالي ملفه وقائمته الانتخابية التي ستضم عددا من الشخصيات الإدارية والفنية ذات الكفاءة كما أوضح حدات الصحيفة أن هناك شخصية معروفة ستتقدم لتنافس لرئاسة قلعة الكؤوس دون أن تكشف الصحيفة عن اسمه ولكن أفادت أن هذه الشخصية باختيار القائمة الانتخابية التي ستتقدم بها لخوض الانتخابات وأكدت صحيفة البلاد أن عبدالله بترجي يحضر بدعم بعض الشخصيات الأهلاوية المؤثرة فهل يكون الأوفر حدا من الانتخابات المقبلة للراقي أم يحافظ العيس على تواجده لفترة جديدة أم تفجر الشخصية الثالثة مفاجأة وتخطف المنسبة